السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم ميسيس حنان الشريف ياريت نعمل لايك واشتراك في القناة للناس اللي هي اول مرة تشاهد القناة النهاردة في الفيديو بتاعنا هيكون عندي كلمات عن الفضاء في كتير بيتساءل بيقول يعني ايه سفينة فضاء يعني ايه صاروخ يعني ايه كواكب يعني ايه قمر صناعي يعني ايه نجمة يعني ايه قمر يعني ايه شمس وهنشوف الكلمات دي بالانجليزي معناها ايه عندي برضو كلمات في الفيديو ده هنشوف كلمات تتعلق بالكمبيوتر اه يعني ايه شاشة يعني ايه فقرة يعني ايه يحفظ يعني ايه فلاشة يعني ايه طبعة يعني ايه سماعات هنشوف يعني ايه كلمات دي بالانجليزي عندي برضو كلمات أو مفردات تتعلق بالمطعم يعني ايه قائمة قائمة يعني هي اللستة بتاعت الاطعمة يعني ايه زي رسمي يعني ايه عصير مرتب يعني ايه سلاجة يعني ايه لبن يعني ايه شربة يعني ايه سلطة يعني ايه مثلا خلاط يعني ايه كيك يعني ايه قهوة يعني ايه لبن يعني ايه سوس يعني ايه عدس بعض المأكلات اللي هنشوف اساميها بالانجليزي معناها ايه عندي برضو بعض الاماكن عايزين نشوف اسمها ايه يعني ايه مدينة يعني ايه محيط يعني ايه غابة غابات مطيرة يعني ايه كهف يعني ايه محطة بترول يعني ايه واحة يعني ايه جزيرة يعني ايه سحرة يعني ايه بركان يعني ايه قرية يعني ايه عاصمة مدينة يعني ايه نفق هنشوف الكلمات دي بالانجليزي معناها ايه؟ وهنشوف برضو في الفيديو ده على اخر الفيديو هنشوف الاشارات المرور معناها ايه بالانجليزي وهنشوف برضو الاتجاهات يعني ايه التجه يميناً يعني ايه التجه يساراً يعني ايه طريق دائري نتابع مع بعض ونشوف الكلمات اسمها ايه ونبدأ كده هنبدأ في الاول بالكلمات اللي عن الفضاء اللي هي ايه؟ سفينة فضاء اللي هي نجمة the sun the sun الشمس rocket rocket اللي هو صاروخ planets planets اللي هي الكواكب satellite satellite اللي هو ايه قمر صناعي the moon the moon القمر عندي هنا كلمات زي كلمة news news يعني اخبار the future the future المستقبل هنشوف الكلمات المتعلقة بالكمبيوتر screen screen اللي هي ايه شاشة الكمبيوتر mouse mouse اللي هي ايه الفقرة عندي الفعل يحفظ اللي هو ايه save save اللي هو ايه يحفظ لما بحفظ حاجة على الكمبيوتر بقول save حفظ او يحفظ memory memory stick memory stick اللي هي ايه اه الفلاشة اللي هو ان تفعل اشياء لكي تدخل على الكمبيوتر او يمكنك من استخدام الكمبيوتر زي لما بعمل على ادخال name الاسم password اللي هي كلمة السر عشان اقدر اتمكن من استخدام الكمبيوتر نتابع مع بعض printer printer اللي هي ايه طابعة speakers speakers اللي هي السماعات اللي بستخدمها في الكمبيوتر اخراج الصوت عندي برضو من المكونات الكمبيوتر عندي الكيبورد اللي هي لوحة المفاتيح عندي كلمة كده بخلصت بعض الكلمات اللي هي خاصة بالكمبيوتر هنشوف كلمات تانية زي التليفون معناه ايه اه موبايل فون موبايل فون اللي هو ايه التليفون documentary 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 اللي هو ايه برنامج وسائقي طبعا بيزهر على اه شاشة التليفزيون او ممكن على الكمبيوتر برضو لو حبة مثلا عندي اه بخزنها على فلاشة او اي حاجة زي كده وبعرضو على الكمبيوتر cartoon cartoon اللي هو ايه الكارتون عندي الفعل ده برضو بستخدمه كتير advert اللي هو ايه يعلن camcorder camcorder اللي هو ايه اه اللي هي كاميرا الكامكوردر يعني ممكن تصور سور وتصور كمان اه فيديو زي ما واضح في الصورة radio radio اللي هو ايه راديو channel channel اللي هي ايه قناة تلفزيون remote control remote control remote control اللي هو الريموت اللي بتحكم فيه عن بعد زي ريموت تلفزيون ريموت التكييف ريموت اه الريموت اللي انا بتحكم فيه عن من على بعد remote control control فيه الكلمات اللي انا بستخدمها اه في المطعم زي menu menu اللي هي ايه القائمة بتاعة الليستة بتاعة الطلبات بتكون طبعا فيها اه foods and the price فيها القطعمة وبيكون فيها ايه السعر بتاع القطعمة اللي احنا هنختارها نتابع مع بعض ونشوف الكلمات اللي احنا بنستخدمها في المطعم كتير عندي uniform uniform اللي هو ايه الزي الرسمي بتاع المطعم العاملين في المطاعم اللي هو الويتر waitress الجرسون او الجرسونة or chef اللي هو رئيس الطعا smoothie smoothie اللي هو ايه عصير مرتب smoothie fridge 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 اللي هي ايه سلاجة لو عايزة اقول اه اه كوب بيت لبن glass of milk glass of milk glass of milk اللي هو كوب من اللبن لو عايزة اقول بولة من الشربة الغابات الغابة عندي خلاط. البلندر. اللي هو ايه خلاط. لو عايز اقول فنجان من القهوة. كاب اوف كافي. اللي هو ايه فنجان من القهوة. ميلك. اللي هو ايه لبن. كيك. اللي هو كيكة. سوس. اللي هو العتس. وبكده يبقى خلصنا اهم الكلمات اللي عندي ممكن بستخدمها في المطعم او ممكن بستخدمها في المطبخ. هنشوف بعد كده عندي كلمات ليه الاماكن. يعني ايه مدينة يعني ايه محيط يعني ايه غبت مطيرة يعني ايه كاف. تعا نشوف مع بعض الكلمات دي بالانجليزي معناها ايه. سيتي. سيتي اللي هي ايه مدينة كبيرة. وعندي تاوين اللي هي مدينة صغيرة. تعاون. اوشن. اوشن. اللي هو محيط. رين فورست. رين فورست. اللي هي غابات مطيرة. كيف. كيف. اللي هو كهف. زي ما واضح في الصورة. بترل ستيشن. بترل ستيشن. اللي هو محطة بترول. اواسيس. اواسيس. اللي هي ايه واحة. ايلاند. ايلاند. اللي هي جزيرة. ديزارت. ديزارت. صحراء. فيلج. اللي هي قرية. كابيتال سيتي. كابيتال سيتي. اللي هي ايه عاصمة. العاصمة. عاصمة المدينة. العاصمة. كابيتال. سيتي. سيتي. مدينة. تانيل. تانيل. اللي هو ايه? نفق. لما بسأل عن المكان. وير. بستخدم اداة الاستفهام. وير. وير. اينة. جيت لوست. جيت لوست. اللي هو ياتوه. اللي هو يقرأ خريطة. بستخدمها طبعا علشان اعرف الاماكن. دي الاتجاهات. عندي ترافيك لايتس. ترافيك لايتس. اللي هي اشارات المرور. لو حب اقول اتجه يمينا. اتجه يسارا. هنشوف الكلمات دي بالانجليزي او الاتجاهات دي معناها ايه? رايت. رايت يعني يمينا. اتجه يسارا. تيرن ليفت. تيرن ليفت. اتجه يسارا. ستريت اون. ستريت اون. اللي هي اذهب مباشرة. على طول يعني. راوين دباوت. راوين دباوت. اللي هو الطريق الدائري. ولو حب اقول اتجه يمينا. تيرن رايت. تيرن رايت. اتجه يمينا. وبكده يبقى يخلصنا بعض الكلمات اللي بتهمنا في اللغة الانجليزية وبنستخدمها كتير. ونكمل ان شاء الله في الفيديو القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.